بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اليوم بإذن الله رح نبدأ في الباب الثاني والباب الثاني رح يحتاج رح نبدأ في حل ونفهم بعض الرموز في الإحصاء طبعا إن شاء الله يارب الإحصاء يكون جداً سهل معاكم رح نبدأ فيه الباب الثاني اللي هو عرض وتنظيم البيانات طيب رح نتعرف أول حاجة على التوزيعات التكرارية بس قبل ما نتعرف عليها رح نتعرف على حاجتين إنه أنا لما أحصل على البيانات رح نسميها بيانات خام أنا لسه حصلت عليها لسه مارت تبتها ولا سويت أي حاجة عليها لما أنا ألخص البيانات وأنظمها في توزيعات تكرارية رح أسمي هذه البيانات بيانات مبوبة إنه أنا رتبتها في جدول طيب إش هي التوزيعات التكرارية؟ هي عبارة عن جداول لجميع الأوجه أو القيم التي يمكن أن يأخذها المتغير موضع الدراسة وعدد التكرارات طيب نيجي ناخد مثال على جدول عام للتوزيع التكراري كيف رح يكون الجدول التكراري رح يكون عبارة عن أربع أقسام أول قسم اللي هو الفئات رح نرمز للفئات بالرمز C التكرار رح يكون التكرار رمزه F التكرار النسبي رح يكون رمزه P والتكرار النسبي له قانون قانونه اللي هو F F لكل تكرار على مجموع التكرارات هذا الرمز معناه مجموع مجموع ال-F يعني ال-F هذه كلها رح أجمعها في النهاية وأوجد جوابها مجموعة مجموع ال-F هذا رح يكون هنا تمام؟ طيب ال-F1 اللي هو رح يكون هنا رح يبان أكثر مع التمارين طيب لازم نعرف معلومة أنه مجموع التكرارات النسبية دائما يساوي 1 لازم دائما لما أنا أجمع التكرارات النسبية مع بعض لازم في النهاية يعطينا واحد بعدين رح يكون عندنا النسبة النسبة هي نفسها قانون التكرار النسبي ولكن أضرب في 100 تمام؟ إذن التوزيع التكراري أربع فئات وأربع أقدام فئات تكرار F تكرار نسبة P نسبة طبعا هذه ما لها رمز طيب نبدأ ناخد مثال الجدول التالي يوضح مؤهلات منسوبية إحدى الشركات لخص البيانات في توزيع تكراري أول حاجة رح أسويها هذه البيانات إيش نوعها؟ جامعي ثانوي متوسط هل هي وصفية ولا كمية؟ طبعا بيانات وصفية بيانات وصفية طيب إيش رح أسوي؟ رح أبدأ أشوف هي كم فئة؟ يعني مثلا عندنا جامعي إيش كمان عندنا؟ دكتورة طيب إيش كمان؟ متوسط ثانوي طيب هل في حاجة تانية ابتدائي؟ هل في شي تاني؟ يعني غيب؟ لا خلاص إذن عدد الفئات اللي عندنا هي واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، خمسة جامع، ودكتورة، ومتوسط، ثانوي، وابتدائي تمام؟ أبدأ إيش أسوي؟ أبدأ أكتب الفئات اللي أنا أوجدتها هنا عندنا جامعي رح نكتب جامعي رح نكتب متوسط تمام؟ رح نكتب ثانوي وابتدائي وآخر حاجة دكتورة تمام؟ إذن هذه هي الفئات اللي أوجدناها، اللي عندنا تمام؟ طيب، بعد ما أنا أوجدت الفئات رح أوجد تكرار كل فئة الجامعي، كم واحد جامعي؟ كم في جامعي؟ أبدأ أعد جامعي، واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة هنا خمسة، ستة، سبعة، تمانية وابدأ أعد الجامعي كله، كم عدد الجامعي كله؟ رح يعطينا تلتطعش إذن رح يكون عدد الجامعي اللي عندنا تلتطعش تمام؟ طيب، عدنا المتوسط، أبدأ أشوف كم واحد متوسط؟ أبدأ أعد من الجدول، هذا واحد متوسط اثنين أبدأ أكمل، ثلاثة إذن المتوسط كم عندنا؟ ثلاثة إذن رح يكون عندنا ثلاثة متوسط الثنوي نفس الشي، أرجع للجدول وأرجع أعد أشوف كم واحد ثنوي، الثنوي رح يكون عندنا ستتاش الابتدائي، أشوف كم واحد ابتدائي، رح يكون الابتدائي عندنا واحد والدكتورة، رح أشوف كم واحد دكتورة، رح يكونوا اثنين تمام؟ بعد ما أنا وجدت التكرارات، أجمعهم كلهم أجمع التكرارات عشان أوجد مجموحة يعني رح أقول 13 زائد 3 زائد 16 زائد 1 زائد 2 رح يساوي 35 إذن مجموعة الـ F عندنا 35 تمام؟ أنا جمعت كل البيانات، طلعت 35 طيب، أوجد التكرار النسبي اللي هو P اللي هو قانونه F على مجموعة الـ F طيب، F اللي هي مين؟ اللي هي ما هو التكرار النسبي للجامعي؟ إيش رح سويه؟ رح يكون كم تكرار الجامعي؟ 13 13 على كامل مجموع كله 35 إذن رح يكون التكرار النسبي للجامعي 13 على 35 سننكتب في الآلة 13 على 35 رح يعطينا 0.3 رح يعطينا 0.3 تمام؟ طيب، أوجد التكرار النسبي لمتوسط فأنا رح يكون 3 على 35 نفس الحاجة، أرجع أكتب في الآلة 3 على 35 طبعا عشان يطلع بالفواصل، أضغط على هذا الرمز SD رح يعطينا 0.08 تمام؟ وأرجع أكتب تكرار النسبي طيب، التكرار النسبي للثنوي رح يكون عبارة عن 16 على المجموع اللي هي 35 أقسم، أوجد الجواب التكرار النسبي للابتدائي رح يكون 1 على 35 وأوجد الجواب الدكتور على التكرار النسبي 2 على 35 وأوجد الجواب تمام؟ بعد ما أنا أوجد جوابهم كلهم المفروض إذا أنا جمعتهم كلهم رح يعطينا المجموع 1 إذا ما طلع 1 رح يكون في شيء خطأ تمام؟ إذن كده أوجدنا التكرار النسبي طيب، النسبة كيف رح أوجدها؟ نفس التكرار النسبي 13 على 35 13 على 35 ضرب 100 تمام؟ أرجع أكتبها في الآلة رح يكون 13 على 35 يعني هنا ضرب 100 يساوي عشان يطلع بالفواصل هيعطينا 37 إذا رح يكون الجواب 37 بالمئة تمام؟ نفس الشيء اللي تحته ما هي النسبة للمتوسط؟ رح يكون حقول 3 على 35 ضرب 100 تمام؟ وأوجد الجواب إذن هنا في هذا السؤال عرفنا كيف أول حاجة نوجد الفئات بعدين التكرار لكل فئة لازم نجمعهم، نجمع التكرارات لكل الفئات بعدين عشان نوجد التكرار النسبي مثلا ممكن يعطينا في السؤال في الاختبار أوجد التكرار النسبي لمتوسط تمام؟ للفئة متوسط إيش رح أسوي؟ رح أشوف كم عدد التكرارات المتوسط 3 طيب 3 على كم مجموعهم؟ مجموعة الـ F اللي هي 35 إذا رح يكون 3 على 35 وأوجد الجواب طيب لو طلب ما هي النسبة لفئة ابتدائي؟ طيب إيش رح أسوي؟ هو طلب النسبة مو التكرار النسبي طلب النسبة أنا إيش رح أسوي؟ رح أشوف كم تكرار ابتدائي واحد واحد على المجموع اللي هي 35 ضرب 100 كده أنا حكون أوجد النسبة إذن هذا هو مثال أو حل للتوزيع التكراري طيب رح أحل هذا المثال في الفيديو القادم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته